مجتمع موازن وسط العاصمة تونس يعيش فيه من وصل البلاد فرادا وجماعاتين منهم من يعمل لتوفير المال اللازم للانطلاق إلى أوروبا ومنهم قرر الاستقرار في تونس لمتيسا تعد الأيام المتبقية لتعبر إلى الضفة الأخرى أطفالي في نيجيريا لذلك عندما أصل إلى إيطاليا سأقدم لهم على الفيزا وأجلبهم عبر الطيران لا أريد لهم أن يأتوا عبر البر تدفق المهاجرين بات يشكل عبءا على تونس الذي يعيش أزمات اقتصادية واجتماعية الأيام الماضية شهدت مباحثات بين الرئيس التونسي قيس سعيد وثلاثة قادة أوروبيين بهدف إقرار مخطط تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة وأزمة المهاجرين سعيد أوضح أن تونس لن تكون حارس حدود لأي بلد خلال زيارة مفاجئة إلى الصفاقس توسط فيها حشود المهاجرين غير القانونيين لكنه أكد أن حل المشكلة لن يكون على حساب تونس لا يمكن أيضا أن نقوم بالدور الذي يفسح عنه البعض ويخفيه البعض الآخر بأن نكون حراسا لدولهم لا الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل القانون منحة قدرها مئة مليون يورو لإدارة الحدود ومؤتمر عالمي مرتقب لمعالجة ظاهرة الهجرة جهود مشتركة لتقاسم المسؤولية ولكن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ومن خلال زيارتين لتونس خلال أسبوع واحد قد تكون الطرف الأكثر حرصا على ردعهم من دخول أراضي دولتها ألاف المهاجرين غير الشرعيين يصلون الأراضي التونسية من دول إفريقية فيما يسجل يوميا محاولات لعبور ضفة المتوسط محاولات ترفع أعداد ضحايا قوارب الموت كما يطلق عليها وسط مساع للسلطات من أجل تقليل من أضرار الظاهرة سواء على الاقتصاد أو الأرواح أميما بن خلاف المشهد تونس